موسيقى 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 إذن سنواصل مع حلقة النقاش الأخيرة حلقة الرابعة للنقاش ومن المفروض يكون معنا الأخوة ماهر الزغلامي وسيد رياض بن الشيخ للأسف تعذر عليهم الحضور وإشرفني بش أن نادي إلى جانبي كل من السادة فتحي خميري من مدير قسم السياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد التونسي لدراسات الاستراتيجية والسيد سوفيان عبد الجواد مكلف بالإصلاحات الكبرى برئاسة الحكومة وخبير لدى المعهد والسيدة جيهان جينان عفوا الإمام أستاذ باحثة في كدية العلوم القانونية والسلسية والاجتماعية بتونس فلا يتفضلوا إلى جانبي مع الشكر إذن ستفضلوا كما قدمتم السيدة جينان والسيدة بحذية بشنا نواصلوا إذن العمل على المحور الأخير وهو محور التنزيل المركزية وعلاقتها بالتنمية أو كيف يمكن لنا اعتبار المركزية كدافع من دوافع التنمية ويعني من غير باش من انطول عليكم تعرفوا احنا في تونس تقريبا شرعنا في يعني في التمشي أو المسار المركزي واللي يعني من خلال يعني الباب السابع من الدستور والمبادئ التشاركية واللمركزية يعني في مجال يعني الحكم المحلي تمخذت عليه يعني تمخذ عليه إطار تشريع جديد اللي يعني تم تكريسه بمجال الجماعات المحلية جديدة اللي هي في طور يعني التصديق أو المصادقة عليها وإن شاء الله من هنا إلى يعني الانتخابات البلدية جديدة تكون في جزء منها يعني مصادقة عليه وتمكن البلديات يعني من يعني الاختلاع بمهامها الجديدة خاصة ما نسميهم احنا الاختصاصات الذاتية الاختصاصات المنقولة والاختصاصات المشتركة بين البلديات ولكن هذه الاختصاصات إلى أي مدى يعني الامكانيات والموارد الفنية والمادية والبشرية للبلديات هذه تستجيب إلى الضوابط القانونية والتشريعية الجديدة ولأي مدى يمكن يعني يمكن نحكيه على لمركزية في إطار يعني استقلالية منقوصة للبلديات في إطار موارد ذاتية محدودة في إطار يعني إمكانيات فنية ولوجستية يعني مش ممكن نجم قولوها منذ البداية يعني مش ممكن باش تستجيب إلى التطلعات يعني النصوص القانونية جديدة للأسف يعني ما نشئنا باش نسقط يعني بعض الآراء منذ البداية ولكن نخلي يعني الزملاء الكلمة باش يزيدوا يحلوا هالمسألة هذية ويبينونا يعني من وجهة نظر يعني قانونية ومن وجهة نظر استراتيجية يعني وفنية كيف يمكن يعني أن ننزل هالمسائل المركزية هذي ونفهم بدقة يعني يعني مستقبل الجماعات المحلية بمختلف يعني اختصاصاتها ومختلف تفريعاتها يعني بلديات ومجالس يعني جهوية ومجالس يعني أقاليم إلى أي مدى يمكن بالاختصاصات هذه التي تلبي حاجيات المواطن وتستشرف إلى مستقبل أفضل للمجموعات المجموعة الوطنية ككل نعطي الكلمة إلى زميلتي جينال الإمام باشتقد منها يعني منذة نظر عفوا قانونية مسألة المركزية هذه كيف يمكن يعني مقاربتها من خلال أطر التشريعية الجديدة شكرا شكرا لك حاتم شكرا لحضرين معنا أساسا الشباب والشابات اللي كنت نسمع فيهم وكان في التموانياج متاح في شهاداتهم الكثير من الحماس ولكن أيضا الكثير من الواقعية والنضج في معناه تقييم اللحظة اللي احنا قاعدين نعيش فيها المدخل المدخل امتعي مش نحاول أني نتحدث على اللامركزية على المسار اللي احنا خذينيه منذ وضع دستور 27 جان في 2014 وعلاقته بالمنشود من اللامركزية لأنه اللامركزية نحب نذكر أنها ليست غاية في حد ذاتها اللامركزية هي وسيلة هي تقنية في إعالة توزيع الأدوار بين المركزي والمحلي لبلوغ أهداف محددة من بين هذه الأهداف تحقيق التنمية يعني توفير خدمات أفضل تستجيب لتطلعات وانتظارات المتساكنين أكثر الشفافية أكثر مشاركة ومسألة المسائلة زادة هي مسألة أساسية في مسار اللامركزية نعرف أيضا أنه نحن من 2011 إلى الآن سبعة سنين بعد تغيير نظام الحكم بعد ثورة صارت في البلاد نقول أنه الفترة هذه هي فترة انتقال ديمقراطي ونعرف أنه ميزة الأنظمة الديمقراطية هي المركزية يعني أنه ما نجموش نتصور نظام ديمقراطي يقوم على مركزة الحكم هذه فكرة غير مطلوحة في حتى تيبولوجي دي غيجيم جوريلي يعني فكرة التقاسم السلطة التقاسم السلطة ينجم يكون في شكل فدرالي بتبيعة هذي بالنسبة للدول الفدرالية ينجم يكون في شكل لتاغ الجيونال في شكل الدول اللي مشيت نحو تركيز أنظمة حكم جهوية وهي ما هي فدرالية وما هي المركزية احنا في تونس التقاسم السلطة كان على اساس أنه فضلنا شكل الدولة موحدة مع تركيز نظام لامركزي إذن هذا مهم أنه نذكر به في البداية إذن اللامركزية تعتبر عنصر أساسي من عناصر الإصلاح وهي تمكننا من تعزيز الديمقراطية والمشاركة في إدارة أشؤون المحلية كما أنها مبدئيا تمثل الإطار الأفضل لتحقيق سياسات تنموية أفضل لماذا يقول القائل أفضل لماذا ننتظر من المركزية أنها تمكن من سياسات تنموية أفضل لأنها مستوى القرار أخذ القرار فيما يتعلق بخدمات القرب بالمشاريع بالبنية التحتية بهذا المستوى سيكون مستوى القرار المستوى الأقرب للمواطنين هذا مهم أن نذكر به في الأثناء قلنا عنا سبعة سنين في مرحلة انتقالية على المستوى المحلي هذا لا يجب أن ننساه لأنه ولئن انتقلنا على المستوى الوطني منذ 2014 إلى مؤسسات دائمة عملنا دستور وعملنا انتخابات تشريعية وعملنا انتخابات رئاسية في 2014 إلا أنه في المستوى المحلي الحوكمة لا تزال تخضع لأطر أطر قديمة قانون 75 متاع البلديات قانون 89 متاع المجلس الجهوية ونيابات خصوصية لأنه بعد أن تم حل المجالس البلدية في شتاء 2011 تم تعويضها بنيابات خصوصية معينة بمقتضى أوامر حكومية ونزلنا في هذا المستوى على أرض الواقع المطروح حاليا المطروح حاليا نحن في مرحلة فيها معناه العديد من كيف يقولون سيتان شانتي البلاد كاملة فيها شانتي وبالأساس فيما يتعلق بتركيز سلطة محلية لأنه لدينا الباب السابع من الدستور منذ 2014 باب السلطة المحلية ولكن هذا الباب لم يدخل بعد حيث النفاذ ماذا ننتظر؟ لأنه الدستور يقول لنا أنه باب السلطة المحلية لكي يصبح واقع ملموس ويطبق ويلغي القوانين السابقة لا بد من وضع قوانين جديدة ما هي هذه القوانين الجديدة؟ قانون الانتخابات قانون الانتخابات البلدية والجهوية ديشا عملناه 14 فيفري 2017 عنا إطار قانوني جديد منظم للانتخابات البلدية والجهوية اللي هي على فكرة هذهم هم الانتخابات المباشرة معناه اللي نحن نتحدث عن الانتخابات البلدية المقررة نهار 6 ماء 2018 ولكن لا يجب أن نقول أنه استحقاق آخر دستوري وهو انتخاب المجالس الجهوية بشكل مباشر هذا يجب أن نذكره إضافة إلى الإطار التشريعي المتعلق بالانتخابات اللي قلنا ديشا موجود وديشا تخدم به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقامت الهيئة بإنجاز الأدلة والكل للمسائل التقنية واللوجستية ثم مشروع مجلة الجماعات المحلية اللي هي ستبين هذا الدور الجديد الذي من المنتظر أن تلعبه الجماعات المحلية كقاطرات لتوفير خدمات ولكن أيضا كقاطرات لتحقيق التنمية المحلية هذا الإطار القانوني الجديد هو الآن بصدد الإعداد منذ معناه ميه 2017 إلى غاية الآن ومن المهم أن يكون هذا الإطار الجديد حاضر بطبيعة قبل الانتخابات البلدية متاع 6 مايه 2018 نعرف أنه أيضا الانتظارات كبيرة يسر لأنه في سبع سنين أيضا تدهور الوضع المحلي واتدهورة الخدمات والبنيات التحتية وتجهيزات القرب والإطار المعيشي عموما هذا يلواه نذكر به مش على خطرني متشائمة ولكن لأن الحديث عن التنمية أو الدور التنموي للمجالس التي سننتخبها سيكون في طالعة الانتظارات كما كان التنمية الجهوية العادلة في طالعة المطالب في 2011 ديسمبر 2010 وأذهب إلى حين 14 جنبي 2011 المطالب المطالبة بتنمية متوازنة وحقيقية وعادلة هذا ليس يكون أيضا من بين المطالب الرئيسية للمتساكنين في 350 بلدية لأنه مشينا من 264 إلى 350 بلدية في إطار تعميم النظام البلدي إذن هذوما أساساً مش يكونوا في الواجهة المجالس البلدية الجديدة مش تكون في الواجهة لأنه نلقاه من بين الأدوار اللي يتحط عليهم مشروع المجلة وقتنا نرجع للمشروع المجلة نلقاه أنه الوظيفة التنموية موجودة بالنسبة لثلاثة مستويات متاع السلطة المحلية لثلاثة أصناف متاع الجماعات المحلية البلديات الجهات والأقاليم هذو متلافة حسب مشروع مجلة جماعات المحلية من بين أدوارهم ومن بين أدوارهم الرئيسية ووظائفهم هو تحقيق التنمية التنمية في معناها الشامل في معناها الاقتصادي الاجتماعي الثقافي البيئي الحضري إذن هذا دور البلدية حسب الفاصل مثلا 189 من مشروع المجلة إذن البلدية تتولى أو تعمل على تنمية المنطقة البلدية التي ترجع لها بالنظر اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وبيئياً وحضرياً وبالتبعاء إضافة لإصداء الخدمات خدمات القرب للمتساكنين نفس الشيء بالنسبة للجهات الجهات اللي هي نلقاوها معناه ترابياً ستمتد على نطاق الولاية معناه ترابياً هي الولاية مع فك الارتباط بين الولاية والجهة معادش فمهاك الوالي اللي عنده قبعة رئيس إدارة لمحورية وفي نفس الوقت رئيس مجلس جهوي اللي هو سلطة محلية لا انتهى إذن مش تولي عنا مجالس جهوية منتخبة بصورة مباشرة يرأسها بتبعاء رئيس منتخب من ضمن المجلس الجهوي وللمجلس الجهوي دور في تحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة والمتكاملة في نطاق الجهة مستوى الثالث اللي هو المستوى اللي مكانش عنا في بيئتنا القانونية ومنظومتنا المؤسساتية اللي هو الصنف الثالث من الجماعات المحلية التي أضافه دستور 2014 اللي هو الأقليم هذا مستوى الثالث والإقليم حسب مشروع المجلة هو مجموعة جهات هو جماعة ترابية تضم عدد من الجهات دور الإقليم مش يكون تحقيق الاندماج والتكامل التنموي الاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف مكونات الإقليم إذن كما تراو أن التنمية حسب مشروع المجلة هدف تتقاسمه ثلاثة أصناف متاع الجماعات المحلية مع التنويه إلى تعميم التنظيم البلدي بمعنى أنه ثلاثة ملايين ونص من التوانسة التي كانوا إلى غاية 2015 يعيشوا خارج التنظيم البلدي والتي كانت تحكمهم مؤسسات معناها ضعيفة وتابعة والتي هي المجالس القروية الوالي هو يعين معناها أعضاء المجلس القروي دون أي إمكانات ودون أي استخدار المرحلة هذه انتهينا منها كل التوانسة كل التراب الوطني يخضع لمجالس منتخبة بلدية وبالتالي منتظر أنه يستفيد من معناه صلاحيات التي أنيطت بعهدة المجالس البلدية به كلمتين حول قلنا البلديات وبصورة عامة الجماعات المحلية لم يكن لديها دور في تحقيق التنمية ولكن يقول القائل كيف كيف يعني هنا لا نعطي بعض الآليات التي أعتبر أنها تمكن من ذلك قبل أن أمضي في الحديث عن الصلاحيات معناه في نالمان كيف وفيما يتعلق بتوزيع الأدوار وتوزيع الصلاحيات لنحاول أن نكون موجزة وبعد في النقاش تطرحوا أسألة تطرحوا أساسي فما مبدأ يظهروا مبدأ أساسي يجب أن نذكر به أن الجماعات المحلية التي قلنا عليهم وهما البلديات الجهة الأقاليم تقرر سياساتها ومشاريعها وبرامجها ومخططاتها بنفسها دون سلطة إشراف يعني أنه هناك حرية على مستوى اتخاذ القرار وهو ما يعرف بمبدأ التدبير الحر لبقى هذا مهم جدا لأن تسيير المرافق العمومية واختيار الشكل الأمثل لتسيير مرافق عمومي ينظر أن نعمل منشآة عمومية محلية ينظر أن البلدية تسيير المرافق بنفسها ينظر أن البلدية تبرم اتفاقية وإلا لزمة وإلا منعرش أن تعمل شكل آخر من أشكال التعاقد حتى نكون نفوزين هذا القرار يرجع للبلدية أو لا غير أولا مبدأ التدبير الحر يساعد في رسم سياسات تنموية نابعة من احتياجات المحلية ثانيا إلغاء رقابة الإشراف لأنه في قانون 75 وقانون 89 نجد أنه لدينا بلديات لدينا في تونس منذ القرن 19 بلدية تونس الحاضرة من 1956 تعاملت بلدية في تونس العاصمة ومنذ نهاية القرن 19 التنظيم البلدي تونس تعرف ولكن ولكن بلديات دون صلاحيات حقيقية بموارد محدودة جدا وبرقابة إشراف مشددة ترتقي في بعض الأحيان إلى رقابة نجم وقوله كالسلطة الرئاسية المطروح حاليا هو إلغاء رقابة الإشراف والاكتفاء بالرقابة اللاحقة على تبع رقابة اللاحقة بالأساس ترجع للقاضي الإداري يعني أنت كبلدية مجلسك ياخذ القرار في المشاريع التي تراها مناسبة وتدخل في صلاحياتك لكن بتبع قراراتك قابلة للمراجعة للطاعن فيها أمام القاضي الإداري أمام القاضي المالي وهذه بتبع ضرورية آليات ضرورية لضمان دولة القانون ولمكافحة استشراء الفساد لأنه ما لازم نجد أنقله الهياكل المحلية لأنه كما أي هياكل عمية في حاشة إلى أنه تكون تخضع لآليات الرقابة فشت الدخل الجماعات المحلية بعجالة شنية الصلاحيات اللي نعتبرها منشأنها أنها توطد الوظيفة التنموية للسلطة المحلية مش نقول أنه أولا بإجاز صلاحيات لو كان ناخذ مثال البلديات توطدت باعتبار إلى جانب الصلاحيات الاعتيادية التقليدية اللي هي ذاتبعد خدمي مثلا نقول أحنا مسألة الطرقات الأرص في التنوير العمومي تجميع الفضلات هذه صلاحيات التقليدية اللي هي صلاحيات ذاتية لا زالت للبلديات تمت إضافة نوعين من الصلاحيات الأخرى اللي هي الصلاحيات المشتركة اللي تتقاسمها خذت مثال البلدية والسلطة المركزية صلاحيات المشتركة والصلاحيات هذه المشتركة عندها علاقة وطيدة بالتنمية تنمية في بعدها الاقتصادي لأنه من ضمن صلاحيات المشتركة نلقاو نلقاو تنمية الاقتصاد المحلي إذن الدولة بمؤسسات السلطة المركزية بمؤسسات مع البلدية عندهم اثنين دور في تنمية الاقتصاد المحلي عندهم زادة اثنين مسؤولية ودور في دعم التشغيل في دعم مناطق الاستثمار في جعل إذن المناخ دفع الاستثمارات في المنطقة البلدية هذه أمثلة تدل على لابد أنه تنسق مع السلطة المركزية والإدارات المحورية لكذلك إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية هذا أيضا أصبح من ضمن الصلاحيات المشاركة صلاحيات المنقولة يعني هذا يصنف الثالث صلاحيات منقولة بمعنى أنه السلطة المركزية ستتخلى عن قدر من الصلاحيات التي ستصبح تمارسها الجماعات المحلية البلدية كمثال من بين الصلاحيات التي ستنقل نلقى بناء المؤسسات الصحية التربوية الثقافية الرياضية وعملية صيانتها بطبيعة هنا المشروع المجلة ما يمكن أنه نعيب عليه هو أنه لم يحدد بالضبط صنف هذه المؤسسات خطرة في النومانكلاتور المنظمة الصحية والتربوية فما أنواع وشكال المؤسسات التربوية فما من المستوصف للمستشفى الجامعي إذن متى سيتم توضيح هذه المسألة المنتظر أنه يقول لك هذا ستبت فيها القوانين القطاعية المنظمة مثلاً لقطاع الصحة ولا قطاع أو التعليم نرى أما كل جامع المنظمة أنه قانون يحيل إلى قانون بالنسبة لكتابة النصف القانونية من الأفضل أنه لا نعمل برشة إحالات يزي أنه الدستور يحيل للقوانين القانون مشروع المجلة من المهم أنه يضع المسألة برمتها لوضوح النص القانوني مبدأ آخر مهم جداً والذي يمشي في اتجاه الوظيفة التنموية هو مبدأ التفريع لأنه حكيت على الصلاحيات المشتركة ويعني التدخل للدولة والبلدية كمثال الصلاحيات المنقولة الدولة لن تتخل عليهم لفائلة البلدية لكن القائل على أي أساس تقاسم الأدوار جديد هذا على أي أساس الدستور ومشروع المجلة يتعرف إلى مبدأ التفريع لتقسيم التدخلات في ممارسة صلاحيات المشتركة وصلاحيات المنقولة كل مستين حول مبدأ التفريع هو المبدأ الذي يعطي ممارسة الاختصاص للمستوى الأقرب من المواط يعني الأعرف باحتياجاته والذين لديه القدرة على الأداء الأفضل إذن هذو بعض المؤشرات التي يمكن أنها تعطينا فكرة على كيفية تقاسم الأدوار مستقبلا بين المستوى المحلي والمستوى المركزي بعد ذلك من غير منطيل في مسألة الصلاحيات نعرف اللي يقول صلاحيات جديدة يقول فلوس منين بأي موارد بأي موارد لأن مسألة التحقيق التنمية هذه تنمية في معناها الشامل بمختلف أبعادها الاقتصادية الاجتماعية البيئية الكل الثقافية هذه حاجة إلى الموارد الموارد نعرف أنه هذا لتالون داشي لذي نقطة الضعف متاع المجالس البلدية منذ نشأتها في تونس إلى غاية الآن إذن المطروحة كيف يمكن تعزيز موارد الجماعات المحلية لكي تصبح الاستقلالية فعلية ولكي تتولى البلديات باقتدار القيام بوظائفها الدستور والقانون فقط ينص على ثلاثة مبادئ أنا نرىها كبرى المبدأ الأول يتعلق بتعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية وأيضا يعني التحويل لفائدتها جزء من جزء أو اقتطاع من الأداءات ذات القيمة العالية الوطنية كما التفيا كما معلوم الجوالان يعني كما الانتقال الأداء الموظف على الانتقال الملكية إذن المبدأ الثاني هو أن كل نقل لصلاحية دولة تتخلى على صلاحية لفائدة مثلا بلدية لابد أن النقل هذا يكون يمشي نقل الفلوس الضرورية لذلك لا تنقل لك لا تعطيني صلاحية وتوحلني بها لابد أن فمزاد بلوب بجتار تمشي لتمكين المجلس البلدي من ممارسة تلك الصلاحية الجديدة ثالثا مبدأ التضامن مبدأ التضامن هذا من بين المبادئ التي تبيع كرسها الدستور في 137 والمجلة أو مشروع المجلة حتى الإجراءات والآليات المؤسساتية لتصحيح آثار الفوارق بين الجهات نعرف أنه فما تحويل تحويل اعتمادات للجماعات المحلية التي تستحق لذلك لكي توصل المستويات تقرب لبعضها على مستوى مؤشرات التنمية المنهج التشارك أيضا أنا أعتبره من ضمن مقاومات سياسة الموية قريبة من انتظارات المواطنية لأن التنمية ومنوال التنمية لن يحدد أو لن يقرر على أعلى مستوى سيتم التخلي عن المقاربة الفوقية العمودية التنمية تقرر في العاصمة على مستوى الإدارات المركزية انتهت هذه المقاربة والدستور فصل 139 ينص على اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشاريع ومخططات التنمية والتهيئة الترابية أنهي بهذه النقطة الخامسة والأخيرة التي نراها أيضا مهمة جدا وهي أن سياسات التنمية هي متنجام تكون مجموعة لسياسات منفصلة عن بعضها لأن قلنا البلدية لديها دور ووظيفة تنموية ومخططات تنمية واستثمار وما إلى ذلك الجهة نفس الشيء الإقليم نفس الشيء والدولة على المستوى الوطني زاد عندها خطط تنموية ولكن كيف التنسيق بين هذه المستويات إذن التحدي الحقيقي هو تصور آلية دائمة للتنسيق بين السياسات المحلية والسياسات الوطنية في مشروع المجلة يمكن هذية من الحلقات الأضعف اللي أنا نشوفها لأن مشروع المجلة مجلة جماعات المحلية حكي بشكل عام على ضرورة إيجاد أطر للتنسيق والتشاور الدائم بين الجماعات المحلية وهيك السلطة المركزية والمحورية دون تحديد ذلك يمكن أن كل جهة ستتصور آلياتها لتوفير هذا التنسيق الدائم المجلس الأعلى للجماعات المحلية يمكن أن يكون إطار مؤسساتي مناسب في هذا الخصوص باعتبار أنه مؤسسة دستورية تمثيلية يمثل ثلاثة أصناف ممثلين على البلديات وممثلين على الجهات وممثلين على الأقاليم والذي يمكن أن يلعب دور تنسيقي لكن على أعلى مستوى ونجم يكون يعوض إلى حد ما الأدوار التي كان يلعبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووصل مبين المستوى المحلي والمستوى الوطني في وضع السياسات التنموية وطنيا خطر مخطط التنمية الوطنية كيف نوصل لسوط الجهات ويكون تناسق مبينتهم حاجة أخرى وهذه بالحق أخيرا الأقاليم الأقاليم المستوى الثالث المؤجل وتعرف أنه في مسار المركزية وزارة المحلية تحكي على المسار سيمتد على أكثر ما نفي يقول لك حجم تسابع وعشين سنة 9 و3 3 3 étapes de 9 ans هذا ولكن الأقاليم لا نرى في المرحلة الأول لا نرى مبدئيا لا نرى في المرحلة الأول في حين أنه الإقليم الإقليم هو إطار مهم جدا للإندماج والتكامل الاقتصادي على مستوى مجموعة من الجهات من ضروري أنه يكون فما الإقليم في وضع سياسات تنموية متكاملة متوازنة بين الجهات هذا عموما الذي حبيت نقوله لكن بطبيعة نجم نقول أنه العراقيل صحيح فما أفاق كبيرة ولكن زاد العراقيل لازمنا نكون واعين بالعراقيل أن الإصلاحات هذه المركزية تعترضها عراقيل كبيرة لازمنا موارد مالية ولكن أساسا موارد بشرية لازمنا معطيات إحصائية ونعرف أن المعطيات الإحصائية ناقصة معناش معطيات إحصائية فيما يتعلق بمؤشرات التنمية فيما يتعلق على المستوى المحلي ما زلنا معناش المستوى البلدي كيف يمكن أن نعمق مفهومنا للمركزية من منظور التنقيحات أو التعديلات التشريعية في مجال تنزيل المسار المركزي وفي الأساس المسألة هي مسألة مبدئية وتحيلنا إلى التساؤل إلى أي مدى السياسات العمومية في تونس والسياسات التنموية تأخذ في الاعتبار مسألة الاتساق وليس فقط التنسيق يعني السينارجي وميزة كوهرانس بلتو كوهرانس وهذا مشكلة كبيرة يعني مسألة الاتساق بين الأدوات والمؤسسات هذه اللي أحنا قاعدين نحطو فيها حتى إلى إلى مدى إلى معناه إلى حد اللي بش تصبح عنا تخمة من التشريعات مقابل يعني غياب تقريب النظرة التنموية الاستراتيجية اللي تهم ونهنا يعني المحور متاعنا واضح هو التنمية المحلية واللي تنبع أساسا من مسألة الميزات المحلية والموارد المحلية واللي ما تكونش في تنمية محلية إلا بدعم مسارات المبادرة والمشاركة المواطنية يعني هذا هو مفهوم تقريب التنمية المحلية التنمية المحلية يعني تنبع من القدرات الذاتية للبيئة التي تعيش فيها ومن الميزاتها الـ معناها لوكال ودعمها المبادرة الخاص أكيد مجالة الجماعات المحلية جاءت بعديد التعديلات في ميزانيات البلدية اللي تم تنزيلها بثلاثة سنوات تذك عليش قلنا احنا يعني تسعة تلاثة في تلاثة في تلاثة يعني تلاثة في تلاثة تسعة يعني تلاثة ميزانيات وفي تلاثة يعني لتنفيذ مصار يعني في حسابات كبيرة قادة تسير ولكن هذا معايا النص اللي جاء في 26 ماي 916 اللي على أساس تم تعديل التراب البلدي وتعميم التراب التراب هذا لا يعني تعميم مسألة التنمية هو يعني تعميم لتقريب يعني الخدمات والمرفق الخدمي من المواطن وهذا يعني غاية صعب يعني إدراكها لأن الموارد الذاتية الحالية للبلديات ما تمكنش من تغطية كل التراب يعني إذا كانت تحسب أنت كانت بلدية بخمساليف مثلا خمساليف دولار تغطي خمسة اكتارات طو بنفس الموارد أو بجزء أكبر يعني بقليل بشتغالي بشتغالتي خمسين ألف أكتار يعني هذا مش ممكن من ناحية الإضاءة الإنارة الربط بالشبكات يعني رفع الفضلات إلى غيره إلى غيره يعني من الحالة المدنية وهذا صعب يعني صعب ولكن لابد من البداية فيه لأن وحدة قيسة المركزية تقريبا الوحدة هي عشر سنوات لكن لابد من يعني من واحد بالإضافة إلى أن يعني المجلة ما تخلقش البيب على ثلاثة مستوية متى الجماعات تقول لك يمكن يمكن أصناف أخرى والهن تجي المطالبات الجهوية ثم مناطق اللي هي يعني مناطق اللي نسميوها الجزر كما جزيرة قارقنا وجربة يعني تحب مفمانية إلى يعني إنشاء جماعات خاصة بها الحواظر تحب تنشأ جماعات خاصة بها هنا فم مبورة وفم حتى ثانك تانك قاعدين يشتغلوا على النوع الرابع ذا وفي حتى يعني المسؤول الأول على يعني الهيئة العامة للهيئة العامة للإستشراف ودعم مسار لمركزية قاعدة يعني تخمم في إطار يعني مجموعات على إمكانية خلق ثنف آخر هنا تحين التسائل حين إلى أي مدى أحنا يعني باش ندرجو أو باش نحطو في إطار يعني منويل تنمي جديد حقا بالتشريعات الجديدة أحنا قاعدين نضعوا في معناها مبادئ جديدة للتنمية المحلية أو احنا مزلنا في منظومة تضبيطية يعني وهذا مشكل كبير يعني نواجهوه حاليا أمام يعني التخمة الكبيرة من القوانين اللي كما كان حابه نطبقه معنا تيوريد ديغراف كأن الفيل يعني يسير بخطوة والنملة تسير بألف خطوة وهذا النملة تنهك والفيل ما زال يقوم بخطوة هذا واقع يعني التشريع يقوم بخطوة والنملة تقوم بألف خطوة هو واقع بلديتنا في نفس الإطار نحيل الكلمة إلى السيد فتح خميري مدير قسم السياسات العامة والتنمية الجاهوية بالمعهد التونسي لدراسة الاستراتيجية ومعها السيد سوفيان عبد الجواد مكلف الإصلاحات الكبرى بأس الحكومة وخبير لدى المعهد بشيواصلوا يعني مزيد التفاهم في المسألة هذه بمداخلة حول المركزية والمحورية ودارها في التنمية وشكرا شكرا وشكرا للمتدخل تقريبا جابت كل المواضيع ولم تترك لنا إلا القليل إذن نحن هنا موجودون نيابة عن سيد المندير العام للمعهد سيد نجلول معنا قمنا بتعويضه ويوجه اعتذاره لسيد موسي الجمعية والضيوف ونحن نيابة عنه في هذه المداخلة إذن قبل في البداية أريد أن أشكر وجدد شكري للجمعية باعتبار أن إسهام المجتمع المدني في القضايا الوطنية يعتبر مسألة أهمة جدا ومسألة مثل مسألة المركزية يعتبر معناها مسألة أو حجر الأساس في الانتقال الديمقراطي في هذا البلد أن يتم تناوله بهذه الطريقة هو دلالة على على أقل سلامة التوجه لداء الجمعية وسلامة التوجه للمجتمع المدني ككل ليكون طرفا في القرارات الوطنية المهمة ثم أجدد ما قلت في البداية بأن التوقيت الذي تم فيه اختيار هذه الندوة هو توقيت ذكي ومتميز إذن لدينا أول مرة تحدد تاريخ ثابت لانتخابات البلدية ستة مائل يزيل أفصل عنه إلى بعض الشهور ومن الضروري التفكير والتدبر في مسألة الحكم المحلي قبل الولوج للانتخابات حتى نحددها حتى نعيد الخطاب الذي سيوجه إلى جمهوري الناخبين النقطة الثانية هو في هذه الأثناء إذن في مرس النواب تناقش المجلة وكما أشرت في المداخلة السابقة أعتقد أننا لها نفس القيمة الرمزية للدستور معنا مهم جدا أن تكون لها مجلة إذن تلظم هذه الوضعية أريد أن أذكر فقط بأن بالنسبة إلى تونس إذن تقريبا منذ نشأتها كانت من الدول القليلة التي فيها تفكير في شكل الدولة إذن منذ قرطاج كانت لدينا أول تقريبا ديمقراطية في العالم بحاكمي لسيفات وبمجلسي بعور قرطاج ومجلسي الشيوخ وبقضاء المستقل وبقادة الجيش كانوا يحاسبون أمام هذه المجلس وكانت هناك أشكال للانتخاب صحيح لم تكن تشمل الجميع لكن كانت موزعة إذن داخل البلاد وأيضا في المستعبرات أو المصارف التجارية وهذه النصوص وردت لدى أعداء قرطاج بناء الرمان وفيها حديث عن هذه التقاليد الديمقراطية قرى 19 أمر سريعا معناها من 814 قبل الميلاد للقرى 19 إذن هناك عدل أمان وهناك الدستور وهناك تفكير من قبل بيات تونس والدولة التونسية في تلك الفترة بإيجاد نظام حكم يضمن حقوق الجميع إذن هناك عدل أمان حاول على أقل في بعده إذن أن يضمن حقوق الجالية الأجنبية في تونس وهو جيد ويعتبر معناها قانون متطور جدا مقرب بالقاملين في بقية العالم اليوم في إطار البركزي الجميع يتعاملوا معها باعتبارها مسألة عادية يمكن أن تحدث في أي ديمقراطية الحب ننبه هنا أنه البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي ينتقل من نظام مركزي نظام الذي يعرف في على قل لدينا كبوريخين نظام المخزب إلى نظام قائم على الحكم المحلي والجهوي والإقليمي اللي كانت تلعته في ثقافتنا بأسهم تقريبا أعرق ديمقراطية الموجودة في العالم هي توحيد الدول من دول تتكون من مقاطعات وإقطاعات وأقليم إلى دولة مركزية هنا في تونس بعد 2011 تم اتخاذ القرار بالتحول من دولة مركزية إلى دولة في حكم محلي وإقليمي وجهوي السؤال الذي تقريبا لقد جابت على كل المواضيع منها معاستما إمكانية لشرح ما يمكن يشرحه حول الحكم المحلي لكن يبقى لي حقه التساؤل هل أن التونسيون اختاروا فعلا الحكم المحلي والإقليمي والجهوي هل سينجح التونسيون في إدارة هذا الشأن هل نحن مواهلون اجتمعيا وعاطفيا ونفسانيا لأن نتولى مسائل من هذا النوع هل غابت عننا القبيلة والحشيرة والانتماء الحزبي المبالغ فيه أحيانا حتى نتمكن من التعايش في ظل نظام لا مركزي له صلاحيات واسعة هذه المسألة تطرح للنقاش هل أن مواهلون لذلك أم لا أو لابد من التحذير لترسالها من القوانين والإجراءات لضمان عدم منحراف هذا النظام أشار الأخوة إلى عدد القوانين وعدد التشريعات والنصوص أقول أن أهم ما يميز هذا البلد هو كتلة النصوص والتشريعات تقريبا مثل في تونس لم يشملها نص أو قانون أو تشريع من ذي حد شايف تونس إشكال في التطبيق مسألة تنقش لكن على الأقل إذن هناك غطاء كامل قانوني يشمل كل العنصر نقطة أخرى واعتقدنا محل تسائل يمكن أن تحدث حولها الكثير هل نحن فعلا في تونس قبل 2011 كنا في دولة مركزية إذن الجميع تقريبا مقترع بهذه المسألة نحن على الأقل في الدراسات المعمقة التي قمنا بها في محاولة لفهم إذن ما يحدث في هذا البلد إذن نرى أن البلاد لم تكن تحكم مركزية هي عبارة عن مجموعة من الجزر المتناثرة كل وزارة تقريبا تشتغل بشكل مستقل وداخل نفس الوزارة هناك إدارات تشتغل بشكل مستقل والرابط الوحيد بينها كان مؤسسة الرئاسة باعتبارها سلطة منفردة بالحكم وهي التي توحد بين مختلف هذه الهيكل اليوم لم يعد لنا نظام رئاسي مركزي لكنها بقي استقافة الجزر القائمة على مستوى التنظيم الإداري على أقل الوزارات في تونس أعطيك مثال في مجال الاستشراف مثلا لدينا المعهد ولدينا عشرات المعهد تشتغل في هذا المجال ألاف البحوث تنجزوا في الوزارات وفي الإدارات تتجه جميعا نحو نفس الهدف ولا يوجد آلية للتنسيق فيما بينها إذن ما نسميه نحن بسلطة مركزية هل هي فعلا سلطة مركزية أم لا أو هل نحتاج إلى إصلاح السلطة المركزية قبل أن نمر إلى الحكم المحلي والجهوي والأقليم إذن هذه المسألة أعتقد أنها موضوع نقاش وأعتقد أنه بالشراكة بيننا وبين الجمعيات يمكن أن نفكر هذه الجمعية على الأقل الجمعية التي نحن ضيوف عليها لسمير أن نفكر في هذه المسألة ونوضح هذه الرؤى للرأي العام إذن صديقتنا تقريبا أشارت إلى كل النواحي القانونية في علاقة بالحكم المحلي بقى أشير إلى مسألة واحدة فقط في حالة وجود حوكمة سيئة من يتحمل نتائجها شيح ثم مراقبة نحقة لكن نتصور أن بلدية ولمنسقليمي أو جهوي تورطة في قروض مرتفعة التلقيمة وقام بهدرها وليجد المجلس المولي نفسه أمام كم هائل من الديون وتعطل للمسار ما هو الحل إذن هل يمكن لهذه المراءة لألي ألي ترقاب اللاحقة أن تحسم هذه المسألة أم لا إذن المسألة في حاجة إلى نقاش وفي حاجة إلى نقاش معمق حتى قانون المجلة الانتخابية أيضا أعتقد أن بها الكثير من العيوب التي يجب أن نفكر فيها اليوم حتى لا نقع مستقبلا في الصعوبات نتمنى أن لا يقع ذلك في المجلة الانتخابية وتقريبا هذه مستوى التدخل باعتبار أن صديقتنا كانت تدخلها شاملا وجامعا المسألة الحكم المحلي والمركسي إذن اكتفيت بهذه التساؤلات معنا صديقنا سي نعم أنا هو اخترنا أن يكون معنا اليوم باعتبار أنه حتى المبحث الأكاديمي الذي قام به هو حول التنمية الجهوية على قادر يقدم إجابات لأساد الحضور ولتساؤلاتهم وحلو الكلمة لكم ثم تحيل مش حتى مشكلة تفضل شكرا شكرا للحضور والله فرصة طيبة فرصة طيبة تتحنى اليوم المؤسس اليسمين ربما احنا ولاد ليدارة بين ذفرين اللي ربما من داخل المولة في وسط في وسط في وسط الخدمة عدنا عدنا طريقة التفكير طريقة التفكير اللي تبنيت في الإدارة التونسية وقاعدين نتوارثوها ربما نمروها من جيل إلى جيل يعني على مستوى الأصحاب القرار كيف تتبنى السياسات العمومية في تونس النظرة الخارجية تختلف تماما على كيفية صنع القرار الداخلين داخل أسوار الدولة التونسية وداخل أسوار الإدارة التونسية ربما مفارقة عجيب البناء متع قرار سياسي على مستوى السياسات عامة يتبنى بطريقة بتفكير bottom up أي من الأسفل إلى الأعلى ولكن القرار لابد أن يكون من أعلى إلى أسفل أبداو وكيفية المراوحة بين بين هذين العنصرين هو ربما مفارقة عجيبة الإدارة التونسية بيدها تلقى في حرج ولكن قاعدة السياسات سأعطيكم أمثل المركزية موجودة في تونس على مستوى التطبيق لأنه لم يكن بناء لأي مخطط اقتصادي منذ 1963 إلى حدود هذا التاريخ بدون أن يمر بثلاثة مرح الاستشارات المحلية ثم المرور إلى استشارات جهوية ثم المرور إلى استشارة الوطنية حتى يتم تقديم مخطط اقتصادي للفترة ثلاث سنوات أو خمس سنوات بعد 69 وبالتالي فإنه البناء على المستوى الفكر والتطبيق يقول لك نحن دولة لا مركزية على مستوى كل برامجنا التنموية وديم المخططات التنموية فيها كل جمال متع السياسات العمومية اللي تأسس من مرحلة إلى مرحلة للتطور الاقتصادي وتاخذ في الموازنات المتطلبات المحلية والمتطلبات الجهوية ثم المستوى الوطني واللي هو يقعد دائما المستوى الأساسي هذا ربما معرفة طريقة التفكير الإداري يساعد اليوم يساعد اليوم المجتمع المدني حتى نلقى فضاء مشترك للتفكير المشترك لأنه من السهل اليوم تنقض لكن الصعيب برشة أنا كتحط على سياسة عمومية تنفذها وتقيمها بكل نقاطها الإيجابية ونقاطها السلبية هذه نقطة البداية اللي أساساً يزم أن المجتمع المدني يفهم الإدارة ويفهم كيفاش يتم بناء السياسات العمومية هذا إشكال لابد من وضعانه في الحسبان اللي يتعين من خلاله النظر أنا سئلت نفسي سؤال يوم تم استصدار الأمر الرئاسي بين يوم 29 أفريل و 6 ماي ستجر الانتخابات البلدية قلت أنا مواطن تونسي مسجل بس جل انتخابي مش مش ننتخب مش مش ننتخب مجموعات قائمات علي أساس على أساس برنامج انتخابي والبرنامج الانتخابي كيجي سأتولى سأنتولى سأنقومه وخلال الفترة هذه متاع الخمسة سنوات سأيتم 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 وفي اللغة العربية كلمة الساة تفيد التمني وإمكانية التحقيق أنا دي ما ترحت سؤال قلت إذا عمتلي أنت برنامج انتخابي وأنا أعجبني البرنامج انتخاب شدني فانو السؤال الثاني من أين سيكون لك التمويل هل أنك اليوم أنا في في وضعية اللي باش نقول كل كل قائمة انتخابية تجي تقولك برنامج انتخابي هدايا سيتكلف علي عشرين مليار على خمسة سنوات عندي أربعة مليار دوات سنويا استثمار للتنمية البلدية في جودة الحياة في كل ما تعلق بالبيئة في كل ما تعلق بين شاء مؤسسات دعم في 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 وحتى باش نعطي تمويلات لعائلات المعوزة إلى إلى خير إلى خير سؤالي من أين لك التمويل تقولي التمويل هو ما سأجده داخل سنديق البلدية في سنديق البلدية ستجدش أين اثنين ستجد تأجير عمومي في حدود الخمسين واربا واربعين بالمئة من كتلة التأجير داخل أسوال البلدية في حد أدنى وستجد نفقات تنمية تساوي سفر إذن معناها 2018-2023 باش تتعدالك سنوات عيجاف وبيضاء ذاك عليش أنه الإدارة وأن تخوفت من الانتخابات البلدية حاطة في الحسبان أنه الإمكانيات إمكانية إنجاح هاتن هذيك عليش والهنان مش فقط هو رد ولكن تفاعل مع مدام مع مدام الإمام هذيك عليش الإدارة كي يونستركتور بوليكرون يعني تأخذ الوقت وتحب ترتاح في أخذ القرار فيه تقول لك نراني من نجمش نغامر في طلاب في ظرف ثلاثة سنوات أنشئ إمكانية أنك تشارك الإدارة المركزية أو الدولة المركزية في الضريبة على الدخل متعلى أشخاص يعني الناس اللي عايشين في البلدية يولي وخلصوا لمبو جزء منه يمشي لكني جزء منه يجيني لأنا كإدارة المركزية هذيك عليش الدولة المركزية تخاف من أنه تحولك جزء من التفياء هذيك عليش الدولة المركزية تخاف أنه تعطيك إمكانية أنك تستخلص لذات نفسك البلدية إلا ما هو متاح اليوم برا عندك علاقة مع البساج الإلكتريسيتي الوطلة والمؤساة أعطيكم أنكدوت صغيرة أكثرية السياس 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 المترجم التي موجودة فيها يحب يعملها في تونس العاصمة والمركز الإنتاج يكون داخل الجمهورية أنتم تعرفون كل ما تعلق بالأداءات يكون في المقر الاجتماعي ما يكون موجود مقر الإنتاج وهذا يجعل ربما من الصعوبات أن تلقى منطقة غانية كمناتق داخل الجمهورية ولكنها فقيرة من حيث استخلاص هل أداءات هذية المباشرة وغير المباشرة نقطة استفام هل هي فقط إمكانية نصوص نعم الدولة مطالبة بوضع النصوص الملامة لما يتم برمجته من هذا 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 لأنه اليوم البناء كان في أربع مستويات المستوى الأول في الحوكمة المحلية اللي هي البلديات ولكن مستوى ثاني اللي هي الجهة حتي تم التناسق على مستوى التدخل متاع المستوى الأول بما يسمح ببناء سياسة واحدة ولكن تجمع بلديات متفرقة جغرافية الإقليم المستوى الثالث هو بناء تنمية على المستوى الجهوي أو على المستوى للتريتوار خليني نقول يعني المحيط الجغرافي اللي تم اختياره واللي هو ينسق لكن اليوم ديما السؤالات ونحن في المعهد الدراسات الاستراتيجية نطرح في أسلة وأسلة في العمق نحن لوم 24 ولاية في الجمهورية التونسية هل أنه بعد 9 سنوات 18 سنة أو 27 سنة سيكون لنا 24 ولاية أم فقط سيكون لنا 4 و 5 ولاية سؤالات تطرح على المستوى اقتصاديا وديمومة الفضاء الجغرافي اقتصاديا على المستوى الضغط الديموغرافي هل أنه اليوم قادرين على أنه نحيا 24 ولاية و 350 بلدية بعد ما كنا 264 باش نضيفه 86 وباش نحث 5 أو 6 أو 7 أقاليم حسب ما هو يطلب منه وكل واحد يغني بنظرة أو بزاوية يدخل منها للموضوع لا هذاك عليش أنه اليوم ربما الإدارة المركزية الدولة المركزية ما ياش فقط حب في أنه تمتلك ولكن صعوبة في التفريط لأن الأرضية تحضيرها لنجاح التنمية المحلية في تونس يتطلب عديد السنوات للأسف تسارعت الأمور ولكن 6 ماي 2018 كل واحد مننا موجود اليوم يتعين عليه التفكير بشان تخب مش شكون ولكن بشان تخب أي برنامج وعلى أي تمويل العنصر الثاني هل أنه القانون الجديد للجماعات المحلية هو فقط تنروجمون تكنيك هو فقط إعادة إعادة سياغة تقنية لإشكاليات لاحظناها اليوم على مستوى الموارد البلدية ومتادة دخلها في إرساء السياسات التنموية المحلية أم هو معناها خلينا نقول مراجعة في عمق البناء الإداري السياسي والفكري للدولة التونسية هذاك لماذا؟ أنه من الأول الإدارة ونخمت في المشاريع هذه أو المشرع أو المتدخلين السياسيين خلينا نبعد عن الإدارة شوية حطوا هدف أو حطوا خلينا نقول ربما محذير لا يمكن للأمركزي أن تكون مدخل لدولة الفدرالية في طولس لذلك التونسية لا يمكن أن نقول أن نتحدث ونزمن الإدارة الفدرالية وبالتالي فإنه كل ما تعلق ببناك الفكري أو لديه هذا العنصر من الأساس من التفكير وهذا شيء مهم لأن اليوم ما حكيت عليه مدام الإمام هو أعطي ني مقاومات الحياة نعم في إطار التدبير الحر لكن اليوم لا توجد أنت في بلدية معينة ستكون دولة لكي صلاحيات اتخاذ كل ما تعلق بالسياسات العام نعم سيتم حال صلاحيات كل ما هو المؤسسات العمومية ذات سبغة إدارية متواجدة داخل الفضاء البلدي أو فضاء الجهة أو فضاء القليم صلاحيات كل ما تعلق بالتسيير نعم سيتم إرساو لكن اليوم إذا نحيل صلاحيات الجامعات والكليات والمعاهل والمدارس الابتدائية لا يمكن أن تعمل منظومة فكرية أو منظومة دراسات منفردة على البلدية التي جنبك وبالتالي فإنو نتوحد في كل ما تعلق بكيفية بناء السياسات العمومية ولكن سنأخذ تم أخذ بها الاعتبار خصوصيات المناطق في إثراء ذلك اليوم الناس الكل وأنا أعطيكم بعض مثل منذ الثورة الذي يحب كلية الطب في جيت وطلبها أحب كلية الطب عندما تأسأل المواطن وتمشي للناس التي تقول أنه تحب كلية الطب بسيدي في جيت ما هو الأثر المن قدرة تشغيلية كلي الطب تشغل 17 واحد ما هو الأثر التشغيل ما هو لدي كلية الطب أه كلية الطب تحمل قدوة خمم لابد من إرسام مؤسسات اسم مستشفيات جامعية ذات كفاءة في تأثير الصحي للمواطني العايشين بالمنطقة هذه كلية الطب تؤدي إلى أنك تحمل كفاءات ذات اختصاصات عالية بين تدخل المنطقة هذه وربما أنه تتركز في المنطقة هذه وربما تكون هي دافع وبالتالي فإنه إحداث بعض المشاريع هذه هي في نطاق ما يسمى بالكرياسون دوبول دوكروسونس أي مراكز خلينا نقول تطوير أو تحديث أو مراكز التي يتم الحديث على تطور إيجابي على مستوى الاقتصاد هذا عندما تم الخوض في المركزية تم في الخوض في جانب أساسي جانب سياسي نظام حكم نظام تسيير كيف مبدأت مدام لما مفسرته على مستوى الدستور وعلى مستوى القانون ولكن ثم بالمقابل وبالموازات لها صار العمل على الحديث على المركزية الاقتصادية هل أنوى اليوم وهذا الحديث وهذا هو الحديث للاقتصاديين اليوم اللي نتحث فيه هل نتحدث على تنمية محلية أو نتحدث على تنمية جهوية أو نتحدث على تريتوريال ولهنا نتحدث على فضاء بدون تحديد لهذا الهامش من الفضاء لأنه اليوم كلها نظرية اقتصادية وكل النظرية عندها مستوى من المستويات الأساسية وعندها ضوابط متعتن هذا كليش أنه ثلاثة في التسعة في ذهن أصحاب أصحاب القرار والمبادرة هي فترة زمانية كافية حتى ننتقل من مفاهيم اقتصادية لتنمية مندمجة داخل أسوار فضاء متراب الجمهورية التونسية إلى تحديث على مستوى تنمية على مستوى فضاءات أخرى التي هي داخل أسوار الفضاء الكامل لتونس ولكن نقول بالتدقيق ولثم نحب نهار لكم برش اليوم هام التحرك وقت تجي نحب نحكي على التنمية محلية هل سيكون هام أكبر من التحرك في ضبط السياسات العامة في تقييم ها في تمويل ها في أن خيراتها تعود أساسا على المنطقة نفسها هل إنه هذا مؤسسة لك كيف حارق اليوم يجي يقول لك أنا اليوم ننتج نحب الانتاج يكون عندي نحب خيارات ونرى قدام عيني موجودة في جيتي قبل أن تصل للجيهات الأخرى لكن اليوم وقت نرى بلان كامل دوليتا لا يظهر لماذا كل بلدية تخرج كنتاج أو كل جهة تخرج كنتاج وهذه من نقاط الضعف التي ربما بداية 2014 بدأ العمل عليها الداخلي سياسة الاتصالية في الإدارة التونسية لأن لا نتحدث عن الموجود هنا هناك الانتاج المناجي التي تقومون عدد 2 عام التي تدعم هذه رصمات عشر سنوات ويساعد في بناء السياسات وتعديلها وتصويبها كل عامي نذكركم في تونس في عام 2009 أو لدينا المخططات الخماسية الخمسية ولكن لدينا المنجليس الأنوال ما يعني نعدل سنويا بحسب المتغيرات التي ممكن تصير على مستوى للمخمسة سنوات ولا نجم نحكم فيها ولا نجم نستقرها بعد متغيرات والك متسرعة وأسرع من طريقة التفكير وطريقة عمل الإدارة هي إدارة ثقيل والذي نعمل في المخططات المتحركة حتى نتلائم سنويا ونعدل الأهداف بما يسمح هذا الكل لماذا لأنه كان من المتوقع وللأسف في تونس هذه من الخيبات الكبرى مادام الإمام الذي نعيشه كان من المتوقع أنه في سنة 2005 أو سنة 2007 يكون عندنا ما يسمى بالميزانية حسب الأهداف وكان من المتوقع باعتماد هذه الألية أنه كل تراب الجمهورية المهيكل إدارين بلديات معتمديات ولايات ثم على المستوى المركزي وزارات ومعناها على إداراتها الجهوية وموساتها أن يكون عندك معناها كل واحد لذي أبجيكتيف كليسيتا سينية اللي حطهم نفسه ثم البروغرام ثم يتم التقيين وعلى ظوها تنجم تبني سياسات توصل حتى الأقصى نقطة اللي هي البلدية كنت نساهل على روحي هذا العمل للأسف افتقدنا لمثل هذه الآليات واللي ما عدناش حتى حجة بش نقوله ما عدناش بش نبدو واضحين ولكن للأسف هذه هي تونس وهذه هي على مستوى لدارة تونسية واللي ملهنات اللي يلزم اللي يلزم نحطه ثقافة اللا مركزية في تونس ثقافة عارقة راهي مايش مايش مستجدات كيف ما قال سي فتحه وكي قم ما دام نمام احنا رانا عدنا الثقافة لكن اليوم ما احواجنا الى ان تكون اللا مركزية اليوم هي بوابة خلينا نقول اطرود خلينا نقول مدخل الى انو تكون عدنا على مستوى تصرف داخل اسوار هالبلديات امكانيات تسمح بانو كل مواطن حق ذاتو داخل اسوار هالبلديات للأسف سونا انو ان 2018 كنو فرسا مادام ليمان سا سي سور وعلا دونك هذك عليش جونفو شوكبا ما نحبش نن ميلا لوجيك ايكونامي كنتردي لوجيك بوليتيك احنا اليوم واختجي تحكي على موضوعية الاقتصادية واختجي تحب تتطرق الموضوع بصيفة اقتصادية في المركزية خاصة الموضوع التنمية المحلية هو موضوع اقتصادي يكتر من موضوع سياسي رغم لان السياسي سلوي كونديسي 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 ولكن نحن واختين نحكي ونسمع نسمع الخبراء يحكي وعلى اللامركزية بالمفهوم السياسي والقانوني هذا يؤدي لي الى انو بلوكاج ايكونامي اليوم على مستوى التطوير متع القدرات الكامنة كيف ما قال صحاتهم داخل الفضائات هذه الجغرافية الاقتصادية اللي يسمى البلاديات او الجهات او الفضائات الاخرى والاصناف الاخرى من الجماعات المحلية اللي ممكن ندرسه اليوم واختي حكي على المتروبول واختي نحكي على نظري الكوميونيوتي اربان اليوم واختي تجي تقول لي نحب ان النقل ما بين بلديات او الحماية المدنية او النظافة او العناية بالبيئة او نحب نعمل قواس مشتركة من اسواق ممكن نتنمي للعائدات اخي لابد نعملها في البلدية متاعب بظروفي ما تسمحش ما ممكن نشترك خمسة ست سبعة بلديات في ان يكون لنا واحد او مؤسسة فنية تتولى القيام بذلك هذا التفكير جديد وبالتالي مش بالضرورة ان ديوبليك لسكتور ما معناه يعني انا واحد يحب يحب يعمل معامل ونفس نفس المعمل تلقاه في البلدية الأول والثانية والثالثة والجهة الأول والثان ساس يسمونه سكتوري يتنمي السكتور يتنمي الريجان وهذه ربما من الأخطاء التي اتخذناها ولكن اضطرت الدولة واضطر سحب القرار الى ان يساير الطلبات وهذه هم الأخطاء التي تم اتخاذها والتي ربما تكون من الاشكاليات العميقة التي يجتواجه لمركزية على المستوى التنموي خاصة وانه مزلنا على مستوى الموارد في البلديات وبربي فما معلومة ربما تخالف كل ما نعرفه في آخر تقرير تم عرضه في نطاق الندوة التي قامت بها وزارة التنمية والبيئة على مستوى عرض نتائج العمال الداخلي يقوم بها الخبراء على مستوى مجالة الجماعات ونصوص تطبيقية لها فانو وضعت البلديات المالية بخير وما لدينا اشكاليات في 24 بلدية مجمو 24 بلدية يعني المبدأ انه نحن بخير لكن الاحساسي اليوم وانا ننظر البلدية ليس قايمة بدورها على المستوى المعيش الملموس المباشر وهذا الذي يجعل اليوم يقول عجبته وانتم تحكيو في النظري وتحكيو لي في التطبيق وتعرضوني تقول البلدية لباس ولكن في نهاية الامر انا ما نعيش هاش وذكر عليش انه اليوم نحب البلدية التي تقول لي أنا لباس ونقول لا استثمر وفي الاستثمار عائدته عطيها للمنطقة وقتها يشعر الشباب والمجتمع المدني ويشعر الذي عنده السلطة المسائلة الشعب اللي عيش في المنطقة هذه واللي عنده السلطة التقييم اللي هو الشعب اللي عيش في المنطقة هذه واللي عنده حق انتخاب او سحب ثيقته من المجلس البلدي اللي هو الشعب أن يقول والله العظيم فم التنمية داخل أسوار منطقتي والتنمية هذه اليوم قعد اللحظ في آثارها وآثارها وصلت هذا عليش انه اليوم ما بين المركزية اللي نعيشوها في تونس ونشعروا بها الكل وانا نقول لك لا ما عدناش مركزية لا في أخذ القرار وفي تأسير السياسات العمومية باعتبار الفكر السايد اليوم فانه ما بين حلقة اللا مركزية أي ترك الصلاحيات بالكامل البلديات والجهات والأقلين وانه المركز فقط يختص في كل ما وستراتيجيات وطنية وضمان أمن البلاد وحرمتها فانه هناك منطقة وسط يشتقعت فارغة اللي هي المنطقة اللي يختص بها ما يسميه المختصون في القانون اللي محورية الإدارية أخيان اللي هو مزارة التربية عند 24 إدارة جهوية وعندها ما يقرب لربع آلاف مؤسم تعم تعم مؤساة تعليق شكون بشي سيرهم هل سيرهم رئيس البلدية كما قالت مدام الإمام أو رئيس الجهة أو الأقليل ثم التفكير يقول لك تدعيم الوسط وإحنا دي ما تتوانسة كنا نميله للوسط تدعيم الوسط بأن يكون عندي إدارة لمحورية قوية يقودها السيد الوالي وبالتالي سيكون عندي تنظيم مركزي لمحوري سير السيد الوالي بأن يكون هو رئيس الإدارات الجهوية لكامل إدارات المركزية الموجودة في الدولة التونسية وستكون هناك المنطقة الخضراء الكبيرة اللي هي اللامركزية واللي بيشتوزع على المستوى البلديات والأقاليم والجهد على المستوى الاقتصادي والتنموي أنت منتخب على برنامج يا مجلس جهة يا مجلس بلدي لكذلك مع منتخبيك على مستوى التسيير الشأن الشأن الدولة والتسيير كل ما تعلق بالدولي جزء منه بشارج على السيد الوالي سيتم نشأته أو إحداثه من طرف الهياكل المركزي وثم بيلغاء الإشراف كيف ما قالت مادام لإمام ونحب كليمة فقط في الإشراف وراوش معناه نظرية الإشراف نظرية الإشراف أنك حدد استراتيجيتك حدد إهدافك حدد برنامج لعمل حدد تمويل حدد كيفية ترقابتك على هذا المشروع أو هذه المشاريع وهذه الوجه والاستراتيجية وحدد كيفية التقييم وكيفية التعديل ثم ستساءل بانقضاء الفترة الانتخابية وقت تجي من جديد نجدد فيك الثقة كمواطن أو لا نجدد فيك الثقة لأن هذه هي اللعبة اللعبة الديمقراطية في تونس أنه اليوم وليت أنت مفتوح على أن يتم تقييمك من خارج أسوار الإدارة التي تمسك التي تمسك زمامها التي هي المجلس البلدي أو مجلس الجهة إلى ماذا؟ إلى أنك وليت أمام الشعب مسائل مباشر وهذا علش أنه اليوم اللامركزية هي قوة دافعة على التنمية المحلية ولكن لي وحدها لا تكفي ونختم فقط بشيء مهم جدا مدام لإمام مختصة أكثر منيان لكن أنا من الناس اللي نحب وقت نحب نقرأ نص قانوني أو نحب نقرأ نص نحب نهجيه نحب نقراه بتأني وقت يجيه الفصل يقول تعملوا البلدية على ردوا بالكم الشيطان وجده في كلمة تعملوا على شمعناه؟ يعني أنت ماكش مطالب بنتيجة سيدي أخوي أنت فقدت عليك أنك تبذل للعناية الضرورية بش تنامي منطقتك نميتها فبها ما نميتهاش فلا حرج عليك نحن في القانون ونحب نلزمك بشيء يتعينوا على يتوجبوا على نعطيك أمر لأنه نص القانون يؤمر وينهي يعطي يسند ويحجب هذاك عليش نردوا بيننا برشا لأنه غدوة عند التطبيق مدام الإمام بش ترقى الناس قدامك كيف ينا ونقول لك مدام أنت تعيد كمجتمع مدني وتقولي البلدية إذا ما تنمي وأنا مدام ونقول لك مدام راني قاعد نعمل ونسعي لننمي لكن الله غالب ما باليد يحيله كيف ما يقوله المصري هذاك عليش أنه نحن اليوم مدام على مستوى مناقشة مشروع القانون وعلى مستوى الدفع فانا كذلك ندفع نحو أن تكون عدنا صلاحيات كاملة البلديات والمجالس الجهة ولكن إلزامية لها حتى غضوة النجم يسائلها الشعب عند إخاءة انتخابها إعادة ثقة أو حجب الثقة منها في سنة 2023 شكرا لكم شكرا جزيلا على الكافة المتداخلين على هذه المداخلات الرشيقة والقيمة وعلى التساؤلات التي تمكننا من مزيد التساؤل والاستفسار على واقعنا لمركز في علاقة بمسألة التنمية المحلية قبل ما نختم اليوم متاعنا نحب نحيل الكلمة للقاعة لو في طلب استفسارات أو تدخلات نعم تفضل شكرا لو فيك أنا المونية السبادية نحب نأكد على جملة من ببادئ التي جاء في الدستور باب السابع من الدستور موضوع متى التشاركية ذاك سمحت لنفسي باش نتكلم وباش نقول للكم اللي أنا مظنوم برشا 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 من الإدارة الأخ يبثل جزء من الإدارة مهم برشا معني باش نبلغ له الكلام اللي نظام الأمر من الأعلى إلى الأسفل تنحك كمبلتما والباب السابع وقع إقراره ولا إمكانية في التراجع في هذا المسار أنت موجود وين موجود أنت موجود باش تخدمني باش تخدم الدولة باش تخدم المواطن ولهذا أرجع لي وطوم قل لك ماذا الكلام متاعك معنات يؤدي إلى تنمية ولا ما يؤديش إلى التنمية الأستاذة برك الله فيها يعطيها الصحة أستاذة الجميعية وبطبيعة الحال مختصة في كل ما هو قانون عام تعرفنا بالمركزية وتعرفنا بالكل ما يؤدي إلى الوسائلة ذية لكن الإدارة هي اللي تحول جملة القوانين اللي وقع أقرارها في مجلس نواب الشعب إلى معناية قوانين وجملة من الأوامر وجملة من الجزئيات اللي معناية نعيشهم الأجل هذا في إطار الفنكسيون من دول تشغيلية الإدارة أما أحنا كيفاش نحب البلدية متاعنا كيفاش نحب الولايات متاعنا كيفاش نحب التنمية متاعنا هذا ليس سر ليس نحن اليوم لكي نخترعوا نصف النهار وقتها لكي نكون قبل الماضي ساعة أو بعد ماضي ساعة الحديث على أساس أن تونس هي من الدول الأولى في العالم العربي اللي أمشيت في المركزية موش في مكانه المغرب سابقتنا بارشيكة معناتها في الجانب ذات الأردن كيف كيف الإمارات كيف كيف نعم أنا دارس الجانب ذات ونعرف كيف نقول السيد لكن أنا نحب رجع إلى عقلية واحدة التي تزال تحكم الإدارة التونسية هي عقلية معناتها الاستشارة التي من خلالها أي معناتها فونكسيونير في البلدية يقول لك لا أخوين ما نتحمل المسؤولية متاعي أنا نعديها للاستشارة هو يعديها للاستشارة متع رئيس المصرحة متاعه ورئيس المصرحة متاعه يعديها معناتها للأعلى منه والأعلى منه يعديها للولاي والولاي يعديها للوزارة موضوع عبسيت للأخر معناتها بالنص القانوني نقعد فيه بالعشر سنين هذه هي التنمية التي ما زلنا نبحث يعتمد على اللامركزية نحن نعرف كيف نتكلم روفهم فرق كبير بين اللامركزية وبين اللامحورية أنت تتحدث لأخويا في إطار اللامحورية متاعك عندك الموظفين متاعك تعتهم أوامر بشي تبقوا بشي تابع بشي ينفذ القوانين سيبون وما بالنسبة لنحن كمواطنين نحب ونرجعوا إلى أن رأي السلطة هذه وقت لتعطات للإدارة تعطات معنات عن تبي خاطر خاطر مش ممكن الشعب التونسي الكل هو اللي بشيكون يسير وهو اللي بشيقود معنات لابد أن نرجع شوية للمفاهيم الإدارة هي تمثل الشعب أذاك عليش اليوم وقلي نتحث نحن على ديمقراطية التشاركية نتحث على أن المواطن هو الذي يصنع القرار ما هو بين الخمسة والخمسة السنين بعد كل الانتخابات ليه اليوم فما الآلية الجديدة هذي متاع الكل ما هو انفتاح كامل المعطة تعطيهوله وتوصلهوله وتقوله هوا عاخذية القرار وعندك الإمكانية باش تسألني وعندك 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 باش اليوم نحسنه في الثيقة اللي موجودة اللي يزم تتبنية جديد بين المواطن وبين المسؤول التنمية اللي هو جديد ولو خيان نحب بالمناسبة ذي نذكر الأستاذة الإمام اللي أبار القوانين الأساسية لنظمة البلديات اللي هو صحيح القانون المعتمد والبازم تاعه الكل هو قانون 75 وإلا بالنسبة للولايات قانون 89 نحب نقول لكم كذلك معناية موضوع التنمية المحلي التنمية المحلي هذي باش يخرج المعتمدية اللي قاعد يشرف عليها السادة المعتمدين باش يرجع للبلدية من خلال ما هو البلان دو ديفلوبمون لوكال هذي نظام جديد اللي باش ييوال يخدم في البلديات وباش يحسن بالفعل لأنه أنا صحب تجربة عندي ستة سنوات في بلدية ملنوبة الحديث على مشاريع القرب هو حديث حقيقي ومتابعة حقيقية خاصة ما نش طالبين فلوس اللي باش الصلاحيات هذية تنقل ليه اليوم ما نحبه المجلس البلدي بالحق المواطنين يحضروله ويتابعوه ويكونوا معناية العين الصهرة معناية العلا الانفاق العام كيف يكون يخي في النظام الجديد اسك دوين قارير أو المشروع متع المجلة اسك الرقاب اللي حق معناية هيا أنه فيها فساد مال يجيد وذلك عليش الأسياد معناية أيها قال في وضعية كيف كيف نعم وإلا الفصول المجلة في عددها عالجة الجزئية لأن الرقابة فما رقابة من خلال الانتخابات وكذلك الرقابة القانونية في أي وقت فما ممكانية من رقابة هذي دو ما ننسيوش اللي النظام المحاسباتي متع في المشاريع في أي لحظة عنده الحق معناية بشي الدخل وعنده الحق معناية بشي إجراءات حتى يقف المشروع في حد ذاته إذن نحن لاحظ كيف لاحظ الوخيان في الإدارة خايفين وكانوا الصورة جديدة معناية ميسيش أنا عبرت مبعد ميسيش أنا قلت هذا ما حسيت أنا شخصيا تقريبا ما نختلف بشي معناية في العمر بيني أنا وبين كم أنتوما أنا مذهبية معناية الفرصة المركزية هي فرصة للنهوض ببلادنا لاحظ أنا كموطن معناية تونسي منيش خايف بالعكس أنا أدفع إلى أنه اليوم الأمانة تعطى للشباب ونعطيهم الفرصة معناية للعمل ونعطيهم الإمكانية باش يقفوا على سقيهم لأنه وقت يقف الشباب هو أنه الدم يعود معناية يتحرك معناية مجديد معناية في التراب الوطني وذلك عزنا وذلك فخرنا وبركة الله فيكم وشكرا على الإنصات وبركة الله فيكم مجدد بيعطيكم صحة على المداخلات أنا عندي سؤال ما زلت كي سمعت كونه رد بالك يا مواطن رأوا المرة هذه الانتخابات ما هيشي انتخابات متابرة مش سياسية رأوا المرة هذي كي باش تنتخب باش تنتخب اللي بش نظف لك حومتك اللي بش عملك كذا اللي بش عملك كذا وتوى معناتها في الكلمة متاعك وستاذ قلت اللي رأوا باش يكون فما باش تنتخب برامج انتخابية يعني وين الصحيح وصحيح لازم نوصلوه قد للمواطن باش ما تصير مغالطات آه برنامج خير وبرنامج مش باه ودجا انت في كلمك قلت البرنامج العمل لحزبك باش يقعد في حزبك اما رأوا على مستوى تسيير الشأن الدولة باش ترجع للسيد الوالي وكثيرا دنك الانتخابات هذه عليش قايمة معنى نحب نفهمه الحاجة الثانية كونو كيف ما سئلوا قبيلي على جاسمين فاونديشن بار اكزامل كوم اسوسياشون سهرت على المواطنة الفاعلة باش تسهر زيدا على يعني باش نخلط الهت ديسنتراليزيزيون في ظروف باهية يعني مثلا في الانتخابات التي فاتت كل التأسيس يكون تكسير الأحزاب يعني هل 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 نجمو وراقبها خطر بالحق يعني الشباب كان عزوف والمواطن كان موهوش هنا خطر لغة هذه تكسير فيولنس اك اغريسيفيتي كوشو موغال وإلا فيزيك دونك اشك باش انتابعوا المجتمع المدني يجم عنده الطاقة انه يتابع اللغة اللي بيشتهبط بيها معناتها القائمات للانتخابات معناتها بالحق يسهروا انه ما تصيرش انا عندي الحل وانتي والاخر اللي ضدي لي وفما لغة اخرى اختيرة زادة كونه انا شنحل الحكايات اما انتي اقعد تفرش في المواطن معناتها لازم المواطن ستفوا يكون واعي معناتها انتي قلت المواطن عنده سلطة المسائلة والتتبع ولا شنو وليزم نسيس سلطة المشاركة فهو ينتخب قائمة اما لازم القائمة تفايقه من قبل ما تطلع ولا من قبل اللي روو لازم تشارك رو انتي كان ما تشارك في المجالس ولا شنو اللي بشي تعملو رو ما عملنا شي راني انا مثلا كاني انا في القائمة ما عندي شعصة صحرية بشغضو خطا هذه اللغة فاقبل الانتخابات يبدو بيها باش نحل للكم باش نعمل للكم باش نوفلكم البطالة باش نعمل كذلك من غضوك لوجوع القفة المليانة والناس وين يترقد تفهم يعني تسكين للعقول ولا حاجة هك تول لازم لغة بالحق تكون مسؤولة كون راو انتخابات باش طلعوا من عبد باش يقعدوا في البلدية اي ما راهم هم كان ممثلين معناتها باش انتي تحضر وتشارك معاهم في اخذ القرار معناتها لازم ينتبعوه من تول اللي تتصير معناتها تلاثة في تلاثة في التسعة في شنو في البريود باش نجم وناخل حتى ابكر من 27 المصر سحر السليم أعسل ما ما سيكون برزيزيز مجين للمين مجين بخير وضع تدخل الدسترالي دسترالي اولي اغرب ستعت افرئيز للم ماني اغرب انا لن انصر بخير نستر لن دسترالي انتر افرائز افرح انا لن pas réussir à la mettre en oeuvre manade d'une manière efficace et vous avez parlé du manque de en fait le sait le code des collectivités locales ne mentionne pas des mécanismes de coordination pour permettre une certaine harmonie entre les plans de développement à l'échelle locale et le plan de développement national national est ce que vous avez des expériences comparé qu'on pourrait voir pour justement venir avec des propositions à l'ARP et leur donner peut-être une conception de ce que pourraient être ces mécanismes de coordination merci 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 à tous les membres de l'entreprise que les souhaits ont rendu compte sur la ville de l'arrivée dans la ville de l'arrivée c'est un petit peu on ne l'on m'a fait l'adresse on le m'a fait le mercredi le mercredi le mercredi le mercredi le mercredi le mercredi سائب مركز الوقوف على كالش حلا في كل شي ما نخلق عداه بسرعة منها ينطراد الكريد الزينمي برثواء لأن الواحد لا نصف حضر واحد لنسألوا الأسألة التي لا يسألها لا سياسي ولا رجل القانون ولا رجل الاقتصاد ولا رجل الدولة ولا الإيداني معنا يخلوا المسألة مجال للتفكير تجربتك في البلدية معناها مهمة ست سنوات في نيابة خصوصية في ظرف خاص وفي جيها كيبا ملنوبة وتنشي التسارع كبير جدا ونو تنجح التنجربة على تحسبوا لكا لكن هذي مجوش يكون القاعدة على تثمية وخمسين بلدية الموجودين في تونس نجي يكون عنده ميزالية صغيرة نحكي لها نمسات المحاسبة نجي بيقع الضغط على البلدية لبناء الطريق يستهلكوا تسعيب البناء الميزالي وانت نسياتك في نيابة خصوصية وتعرف جيدا كل فتو بنائي المشاريع في علاقة بالبنية التحتية في حين مثلا الضغط الحام داخل المجتمع هو للتأسيس لمشاريع من نوعا اخرى قد تكون كلفتها اقل ويحدث في نهاية الامر يتحول اختلاف الرؤى والمقاربات في علاقة بالتنمية الى خلاف قد يؤدي الى فشل لذلك مسألة دارة شأن المحل هذاك عليش لذلك نصبح لفصلة بيعطاء كل هذه التساؤلات والمسألة ليست مسألة خوف بالعكس سبابا بقدر ما هي مسألة قدرة على طرح السؤال حتى ولم يكن لو يكون السؤال معناها حتى لو كان خارج السياق هذه مهمتي انه على أقل في المرض نسألة هذا النوع منها على سيلا شكرا بالنسبة لي ملاحظة بالنسبة لي وضعية الامارات تختلفها لوضعية تولس الامارات كانت مجموعة امارات ثم وحيدت بالنسبة للمغرب وشكلها فدرالي الامارات وعندها اشكال بالنسبة للمغرب هي في علاقة بالصحراء في علاقة بالتنوع الاثني وطبيعة ايضا بالحكم الموجود معناه التجربة الاولى متأكد من هذا وعلى سعيد سعيد جدا وفخور انه التجربة الاولى في التحول من نظام مركزي شديد المركزية الى الحكم المحلي اول تجربة في العالم العربي والاسلامي هي البلاد التونسية ويمكن انت اكد انت وتاكد انا من جيهتي وتاكد انت من جيتك في ناية الامر سننتصر لتجربة التونسية بحدودها شكرا 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 عندي بعض الملاحظات وبعض الاجوبة اولا معناه مسار تركيز سلطة محلية في تونس كل نواعين انها مسار طويل يتطلب الكثير من الوقت ويتطلب ايضا خطة خطة استراتيجية تقيم بصورة دورية وهذا اللي قال اللي نص عليه مشروع المجلة بمعنى انه احنا من مناهم ارساء سلطة محلية لانا مش نصفقوله دون وعي ولانا زدما نخوفه منه لانه دستور موجود ولا اذا استحقاق دستوري والدستور لم يبنى من فراغ مسألة خيار اللامركزية ليس خيار اعتباطي لانه يجاوب بشكل يمكن انه نتناقشو فيه مدى انجاز وقابليته للانجاز على المدى القريب لكن على المستوى المتوسط والبعيد نقول لك سلام خوشيدة فنيغ مانا ما عندك خيار اخر رأى الامم مين ماشى رأى الدول المتقدمة والمتطورة شنية وجهتها وتفهم انه خيار تركيز نظام اللامركزي بطبيعة مع المعطيات واللي قلناهم الكل انه ضرورة انه توفر له اسباب النجاح اللامركزية ليست هدفي حد ذاتها انتي مش توحلني بعد قولي اه ها اللامركزية فشلت على ذاك احنا كجاميعية وكناشتة اللامركزية مؤمنة بانو اللامركزية هي فرص التونس في معناها تحقيق على اقل زوز اهداف الهدف اللولاني مصالحة التوانسة مع الشأن العام ومع اللامركزية ليست بناء في اطور ديمقراطية القرب اللي يراها وبعيد عليه من باكل كماتخ البلدية كخلية قاعدية اذا حتى على مستوى بناء تجربة الديمقراطية في تونس مهم انه تمشي من الاسفل نحو الوطني من المستوى المحل المستوى الوطني الناس هذوك ياختارهم في الانتخابات ولكن اثناء المدة النيابية متع خمسة سنين عنده كمواطن وكمواطنة وكمجتمع مدني عنده وسائل تمكنوا من التواصل اليومي معاهم من خلال النفاذ للمعلومة من خلال الاعلام عنده الحق في انه يطلب المعلومة ومن واجب البلدية انها تنشر في المعلومة في مقراتها وفي مواقعها وخطر عليها واجب الشفافية اللي هو معطى دستوري واجب دستوري فصل خمسةاش ولا انه سلطة اقتراح سلطة اقتراح ومش سلطة قرار لانه سلطة القرار سيبقى المجلس المنتخب ملا وقت الوين عمل في انتخابات وكان المواطن مش هو مش يتحول كسلطة قرار لكن سلطة سلطة مضادة مفهوم بمعنى انه سلطة اقتراح يقدم مقترحات تصوره للمدينة متاعه في تعام وعامين وأولويات وحاجياته وايضا سلطة تقييم متابعة تنفيذ للمشاريع وسلطة تقييم لهذه المشاريع واحنا كما قلت إدارة العمومية وسياساتنا العمومية فيها العديد من نقاس ومن بين النقاس الأساسية هي انه متعودناش بالتقييم نعمل قراراته نعمل سياساته ولكن بعد مسألة التقييم ما نوليوهاش اهمية في حين انه هذا المسائل تتبدل وقتها نقيمه إذا وتركيز السلطة المحلية هو في مسار إصلاحي شامل يشمل أيضا الإدارة العمومية ويشمل الإدارة اللامحورية لأنه تعرفوا إذا هذا حتى اللامحورية الترابية والفنية بنوعها هي موضوع لإعادة التصور بمفهما مشروع قانون بصند الإعداد لكن معناش عليه فكرة كبيرة ونوصل لكن هو مسار كامل متاع إصلاح منظومة إدارية محليا ومركزيا فما سؤال آخر تتعلق بمسألة الموازنة مبين وهذا ما الكل ما معناهم فما أكد المخاوف من أنه اللامركزية تؤدي إلى تفكك الدولة أو إضعاف الدولة والتي هي أصلا إمكانياتها قليلة وأنه اللامركزية تكون وسيلة أو طريق نحو عجز الدولة على إنجاز ستركتوران وللمشاريع الكبرى هذا الكل يتطرح ولكن مهم أنه نكون معناه واعين أنه معناه التصور للسياسات التلموية لابد على ذلك حكيت على مسألة التنسيق لابد أن يكون فما تنسيق ومعناه ما بين المستوى الوطني والمستوى المحلي المركزية ستكون في إطار وحدة الدولة الوحدة وحدة ترابية وحدة السيادة التي لا تقبل التجزيئة زادة برلمان واحد قوانين وتشريعات واحدة تطبق على الجميع بنفس الشكل وحدة أيضاً كمنظومة قانونية معناه ما عندنا عدة مصادر متع التشريع كل بلدية مش تعمل برلمانة مش هل يتفتي وحدها هذا غير مطروح بتاتاً آخر نقطة كيفاش نجموا معناه نوفقوا أو نوصلوا إلى مستويات عليا في التنسيق وهل هنالك معناه أمثلة أنا نرى أنه فوتنا على رواحنا الفرصة في إحداث وكالات التنمية لأنه أجنس التنمية لأنه في العديد من السياقات المقارنة كما فرنسا كما كندا كما السويد كما بلجيكا مسألة التنمية الجهوية هي مسألة أساساً معناه تقوم على دينامو فيها القطاع الخاص والقطاع العام بمختلفة والسلطة المركزية والسلطة المحلية تكون مجمعة في أمبول في أجنس التنمية لسلطة المحلية ولكن أجنس التنمية لسلطة المحلية المحلية المترجم للقناة الأحزاب رغم كل ما يتقل عليها تبقى أطرم تنظيم الحياة الديمقراطية هي لازمها تتبدل وتولد أكثر ديمقراطية وتنفتحها الشباب والنساء وكل ما تفقين فيه لكن القائمات يجب أن تكون قائمات حزبية يجب أن تكون قائمات مستقلة وهذه ممكن فرصة أيضا المستقلين أنهم ينجموا يلعبوا دور لأن النطاق اللي يعملوا في الحملة ليس شيء كبير ويعرفوهم الناس وأيضا القائمات لا تلافية لكن هي قائمات على برامج وأكيد أن البرامج ستعكس رؤية الأحزاب والأطراف التي تقوم بالحملات والحملة حكيت تخايف من الحملة الحملة راهي لا يوجد غابة لا يوجد أن الناس سيبة في الحملة الانتخابية حسب القانون الانتخابي تخضع إلى ذوابت وما عليها كان ليزي تدخل عندما ترى أنه فما عنف ولا الهيكاز عند الدور في أنا تدخل لضرب على أيدي العنيفين أثناء الانتخابات شكرا فقط أخي العزيز وقت بديت نحكي على أنه الإنسان يلزم يعرف الطرف الآخر عندما نتشارك في موضوع ما أنت تعرف كيفية أنا خم لما لوجيك دو بانسي كاليوم دوار صنع قرار كيفية تصير لأن هذا هو الأهم المجتمع المدني اليوم قاعد يقيم في نتائج سياسات خطوة إضافية مطلوبة أنك تعرف كيفية تصنع هذه السياسات حتى أنك المولة كل تعرفها باش نجم تقيمها في أخطاءها في نقاط قوتها في نقاط ضعف للوجيك دو بانسي اللي قلت جسكلا لليوم وإحنا قاعدين نخنوبها في الدولة التونسية للأسف هي أنك اليوم قاعد تبني على مستوى البناء من أسفل إلى أعلى وهذا هو كنا في بناء القانوني والاقتصادي اللي تحب أن تقول بالاستشارات أو حتى بالمصاري القاعد صاعد ولكن اليوم للأسف وقت نحكي على القرار مزلنا في عقليه مزلنا الفوق أنا معك في كل ما تعرضت له على مستوى على مستوى أنه اليوم كني أخذ القرار ما قالته مدام الإمام بكل في مداخلات إلغاء سلطة الإشراع لو أنه اليوم الخمسة وثلاثين ألف موظف المتواجدين داخل أسوار البلديات يكونوا على علم اللي لا سلطان عليهم إلا القانون وعليه أنه ينفذ القانون وأنه يجتهد في تطبيق القانون كما هو فإنه معاش عنده شكون يرجع له بالنظر لأخذ القرار هو يأخذ القرار يتحمل مسؤوليته وهو مسؤول على تسير المصلحة والنتيج والتابعات تتخذوا لهذه القرارات هذه من المهام هذا يعني أنه قوانين عديدة توقعها يتم تحضيرها لاستصدارها وآخرها قانون الوظيفة العمومية الترابية قانون الوظيفة العمومية التونسية كل ما تعالق بمنظومة المسؤوليات داخل أسوار الإدارة إلى أخير لكن هذا الكل المواطن يصنع القرار بالانتخاب المواطن يصنع القرار بالتقييم المواطن يصنع القرار بعادة الثقة أو سحبها إلى أخير أنا معك في هذا الكل لكن في نهاية الأمر هناك إدارة تسير على ضو انتخابات اليوم زميتي نقول إن شاء الله ربما في نتاق معنا في نتاق معنا في نتاق بداية الحملة الانتخابية البلدية التي تنتلق وتنتهي يوم يوم 5 مائة لماذا يوم 22 أفري لأن يوم 22 أفري ستضح الصورة على كامل تراب الجمهورية في تركيبة القوام التي تتم تقديمها للانتخابات ونعرفها على مستوى القواعد الانتخابية باعتبار النسبية وباعتبار المتوسطات ما هو التركيب الممكن تكون عليها البلدية لكن ما يتعين توى الاتفاق عليه أنه مهما تكون الألوان الحزبية والسياسية فإنه الهدف في نهاية الأمر هو مشروع محلي يتم صنعه بأيدي من المحليات هذا هو أهم شيء ما نختلف فيه على المستوى السياسي تتفق فيه على مستوى التنفيذ سياسات محلية لأنه بشعود بالنفع مباشر على المعنى بالأمر وعلا اللي عطوه الثيق لكن نرجع لزميلتي اللي طرحة تسؤال على اللي كوردينسيون بوسيب اليوم مادام فمت دو تيب دو كوردينسيون فمت اللي كوردينسيون انترن على مستوى متابعة اللي هي لديت انترن على المستوى بروسيدورال مستوى الإجراء وثنين لكونترول الجيسيون على مستوى التصرف المالي والاقتصادي في أخذ القرار دو انستانس انترن إضافة إلى الانستانس معناه النفو ناسيونال متاع الرقابات المالية والمصال العمومي وملك الدول وثنين عدنا مجلس المجلس الوطني للجيباية اللي هو انستانس بشي تم استحديث في القانون الجماعات المحلية واللي هو ينظر في توزيع عادل للجيباية فيما بين المركز والبلديات وثم المجلس الأعلى والمجلس الوطني المحاسب اللي هو آلية من الآليات الجديدة اللي بش يرسي منظومة محاسبات خاصة على المستوى البلدي اللي هي ربما تقطع مع القانون الاساسي الميزانيات اللي يتم عداده من خلاله البلديات منتاع سنة 2004 وآخر عنصر اليوم هو أنه المدعو اليوم بش نجح هالمسارم تعالى المركزية أنه الإدارة تخرج مكال كونقون متاحة مكال موقع متاحة في أنه هي تعرف نعرف 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 في نهاية الأمر ظهرت ما نعرفش وذلك عليش أنه تسمح النفس بأنه تسمح أنه الغير يدخل لها البوابت عليش خلتك الإدارة رهي مكينة ثقيلة وانغلقت على نفسها لكن اليوم تنفتح تنفتح شوي شوي هذاك عليش أنه المواطن يعرف مشاكله لكن الإدارة هي تتخذ القرار في نهاية الأمر كيف ما قالت مادام الإمام كيفية بناء القرار هو قرار تشاركي لابد من الوقت من الوقت للإدارة حتى تتعود على أنه تسمع الغير وتأخذ القرار المناسب اللي لبي الاحتياجات يحترم القانون ولكن كذاك يكون عنده أثر إجابة على مستوى النجاعة برك الله وفيك شكرا للإخوة على التدخلات مادام الإمام على التدخل متاعهم جندر لا 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 بتبع الأخت والأخوات على التدخلات متاعهم و ما بخانا يدهور لإله لأن نحل الكلمة ل وي أم بور كلوت للكونفيرونس ت été ين من نعم 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 ترجمة انتباه مكتب الناسيات donc voilà énormément de choses et puis bon je suis un peu triste parce que j'ai mon équipe ou l'équipe qui est rentrée parce qu'ils sont tellement fatigués qu'hier ils n'ont pas dormi vous voyez tout le travail qui a été fait là enfin voilà j'ai vraiment une face à eux j'ai même des larmes aux yeux quand je pense à eux ils ne sont pas là mais on ne les aime pas et merci à tout le monde voilà شكرا